الازى اللفظي غير باين مصظاهر فتلاقي الطفل يا اما منطوع على نفسه يا اما عنده دي الدراسات يعني ولك اثر الازى اللفظي على الطفل بصو يعني ايه اذا لفظي خلينا بس يعني ايه تعمل ايه مسلا لام الفاظ موسيقى الفاظ بزيقى الفاظ حيوانات ده مرفي ذاته رقم اثنين احساس الترك ولورا تهديد بالترك او بالهجران يا ريتك ما جيت واريتنا ما والدك واريتك ما جيت في الدنيا من يوم ما شفناك ما عارفش حصل ايه ده انت كذا ده انت كذا او انت كذا ده احنا هنسيبك بص لو عملت الجح نسيبك هنا الوحدك هنعملك هنا الوحده ده من الازى اللفظي الازى اللفظي ان انا اقرن ولم دايم ومقارنى دايما زي ما قلنا المرة اللي فات ده من الازى اللفظي ينادينا دايما احمله مسئوليه الاشياء اللي هو مالوش علاقه بيه اصله الازى اللفظي لما يحصل غلط ان انا اهين الشخص ذات نفسه هو الطفل ذات نفسه وما قلش دعب السلوك ودا مش علاج كل ده بيقصر علي بصو نمو عداله المخ ودي هدراسه تأثير تدمر عدمة المخ خلاص عداله المخ ذات نفسها تدمر فين بقى فين التفكير وفين الزكاءات والكلام ده رقم اتنين من اثاره السيئة جدا جدا تدمير الاعتداء بالذات مش معتد بنفسه مش شايف نفسه شايف سفر دايما نلقى على نفسه جلد ذات جلد ذات جلد ذات شايف نفسه ان انا لا هقدر اعمل حاجة ولا اقدر اعمل انجاز ولا اقدر انا اقول قيمة وكل ده بسبب ان ان انا ازيل افظيل او منتقده دايما او ان انا القي عليه اللوم لامر هو ما لهش علاقة بيه او حتى لو هو له علاقة بيه ما هو طفل يعني هو احنا في الدول بصوا جماعة طول ما الاب والامة او المربيين ما هم مش شايفين بشرية اللي قدامهم ما بيرعفوش عيشوا لا مع اطفال ولا مع تربية ولا مع سن مراهقة ولا حتى مع نفسهم كزوج وزوجة ولا مع الناس احنا بشر ما احنا ما بنخطئ ما نقبل بشريتنا كخطأ ونصحح الخطأ من الازى اللفظي واثاره من انا بصحح هحش الخطأ ان انا بتكلم على توصيم اسمها اداة التوصيم توصيم الطفل بخلق او بسمت او بصفة او بصفة حيوانية يعني حالة من الحالات ودي حالة انا شفتها الزوجة جاية مضروبة واخدها معرفش كام جرح في راسها وشايلين حطة من الشعر عشان التخيط وجاية كزا وتقولك اعمل بس هو بيقول واسه اعمل روح فين وانا ماليش حد طب يا بنت تقولك اصلا انا اصلا هو كلامه صح حتى امي كانت بتقولي كده امي كانت بتقولي كده انت مستهترة انت هايفة انت ما بتعرفش تعملي انت كده فهو بيقول كده انا عارفه انا عارفه ان ده حاجة فيه قلت لها طب قوليلي الموقف ما تحكيليش هما بيقولوا ايه عرجوكو ما توصفوش قوليلي الموقف يعني اللي هو على اساسه انت مستهترة وسايبة ومهملة بيتك وممكن البتي ولا ممكن البتي يغرق والنيزة يجي عليك ايه اللي عملتيه ما هدتي عايزة تعرفي ايه ان هو مثلا ان انا الازازة اصلا هو بيحب دايما يشرب الازازة وتوبها كده فهي كان نصها فانا نسيت شوفي وشوفي اصلي امي قالتلي كده نعم فبقى عندها خلاص فيدبك وعندها خلاص قناعة تمة ان هي فيها الصفة دي والتانية اللي فضلت حمتة تقولها عبيطة 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 لحد ما تجنت فعلا يشوفوا التاريخ الزمن المرض بتاعها لقى دي الكلمة اللي كان اهلها بينادوها بيها في البيت سبحان الله فهو الفكرة انت بتعمل ايه انت عملت هد في ابنك وفي شخصيته وفي مكانته وفي قدرته العقلية قدرته الكلامية طفل عنده قلق واكتئابه دراسة من الدراسات طفل منطوي طفل معادي يعادي كل اللي حواليه عنده اسلوب عدوانية ويعادي كل اللي حواليه ده والله انا بقول ده لو فهم وبتاعها يعني ينفع ان احنا نتعامل معه لكن التاني المنطوي اللي بقى عنده اكتئابه ما بيقدرش غير قد اللي بيلقلهم اي حاجة في الكرة الارضية على نفسه بسبب كده عنده شعور بعدم الاستحقاق ودي كارثة كبيرة لما يبقى ابنك او بنته كنتم متعرفوش ان انتو السبب انا لا استحق ان انا اتحب او ان انا يكون اهلي بيحبوني فلو بنته اي حد برا سين صاد يالله تمام ولو ولد يشوف اي حاجة حتى لو اللي بيقول له عليه غلط اصل هو دولار ده ده مجتمعي ده اسريتي الحقيقية اقولو لك كده ليه اداله شكل اداله كينونتو اداله حالو